يا أهلين وسهلين فيكم بقناتي قناة ساشة تيو ورجعت لكم يا ألطف متابعين بقصة جديدة يا رب تعجبكم قبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك حابة أشكركم على دعمكم المستمر لقناتي يلا ما أطول عليكم خلونا نبدأ قصتنا تقول صحبة القصة أنا بنت من دولة عربية متزوجة وعمري 19 سنة أتزوجت وأنا صغيرة أنا وحيدة أهلي ما عندي لا أخوان ولا أخوات بابا بعد وفاة ماما بعشر شهور أتزوج أنا ما زعلت لأن أمي كانت مريضة وبابا تعب معاها مرة الله يزيل خير المهم أنا بعد زواجي صرت أروح عند أهلي كل أربعة شهور أو ثلاثة شهور مرة على حسب ما أكون قادرة أروح أروح لأنه عندي طفلين الحمد لله المهم رحت أزورهم بعد ثلاثة أشهر وقتها أنا توني والده أهل زوجي ساكنين جن بيت أهلي وأم زوجي كلمتني أن تبي تجي تسلم عليه وتزورني أنا قلت له خلاص أنا استأذن لك من صاحبة البيت مرة أبوي وأشوفها إذا فاضي أو لا لأ لأني أعرف حركات مرة أبوي ما تحبني ولا تطيقني وتحاول تسوي أي شي ضايقني وتحاول تفشلني قدام الناس المهم رحت كلمت مرة أبوي وقلت قلت له أن أم زوجي تجي تزورني تخيله على طول راحت سكرت الأبواب وقلت لي أنه ما رح استقبلها أنا وقتها أنحرجت بس قلت في نفسي هي حرة وما بيت مشكل معها وأنا نفاس وفصلت التليفون عشان ما أنحرج مع أم زوجي أم زوجي لما نتصلت وماردت عليها جات ودقت الباب وإحنا سامعين وما رضيت زوجة أبوي تفتح لها جلسنا شوي وبعدها أخت زوجي دقت على الشباك لأنها تحس بأننا ما سمعنا الباب لأنهم كانوا يدقوا باب الحوشي اللي بره وسمعتها جلسة تقول افتحوا الأمي أنا وقتها قلت لها أنه مرة أبوي عندها ناس بس يروحوا أنا أنادي أنا أنادي عليكم عشان ما أكثر خاطرها وهي فعلا كان عندها صحبتها بس أم زوجي تعرفها من زمان يعني مو غريبة عليها وتعرف حركاتها وهي عارفة إنها ما تبغى تستقبلها قالت لهم زوجي روحي نادي مرة أبوكي أنا بكلمها ناديتها وتخيل وقالت لها إنها ما تبغى تستقبلها أنا ما أدخلت لأني أنا جاية ضيفة وهي ما قصرت في الجواب كان بإمكانها تعتذر بطريقة حلوة مو كذا بس ما عندها أدب إيش نقول المهم رجع بابه من الشغل راحت حكت له على اللي صار وزودت بهارات عشان ما تبغاني معاها في البيت أنا كنت في غرفتي بس طلعت بأسلم على باب تخيل وتركني وراح بعدين صار يصرخ علي ويبهدلني ويقول لي أنت ليش ما دافعتي عن زوجتي لما أم زوجك هجمت عليها وأنا أبكي وأشرح له وأقول إنه هي شاهدة وهي ولك أنا كانت في الموضع سكتت وما تكلمت وأنا والله عمري ما غلط بأحد ولا سبيت أحد مرة أبوي ما هي كبيرة في العمر عمري 31 سنة هي يعني ما هي كبيرة وكمان تقدر تدافع عن نفسها بعدين صار يصرخ علي ويبهدلني بعدين سمعت ويقول لي خليها تنقلع لبيت زوجها هذي بتجي تعملي مشاكل وأنا والله ما عمري عملت مشكلة المهم قال لي امشي نقلع يروحي لبيتك تخيلوا أنا طلعت بره بيت أبوي وأنا معايا ولدين واحد عمره شهر والتاني سنة ونص أخذتهم الاثنين ورحت استنيت وينادي علي بس ما نادى رحتوا أنا رايحة بالطريقة وغمى علي ونزل ضغطه وجابولي الإسعاف ثاني يوم جاي راضيني أنا ما قبلت تتكلم معه لأنه جرحني بعدين اليوم الثالث قالوا لي ابوكي تعبان ونقلوها المستشفى أنا رحت عنده هو صار يبكي ويعتذر مني أنا سامحت ورجعنا نتكلم مع بعض عادي بس اكتشفت أنه هو ما تعب عشاني لأنه زعلني لا تعب لأنه أخت زوجي سبت زوجته وهو اللي قل لي كلامه مو بس كده كمان قايل لي لما تبغي تيجي عندنا تعالي بس يوم الجمعة أو السبت متخيلين انتو يعني أنا إذا أبغى أجي عند أهلي عند بيت أبوي هم يبغون يحددون اليوم أجي فيه كأني غريبة أنا ماني عالفة سامح وأنا لي أربع شهور ما جيت عندهم لأني انطردت وأنا مو مسوية شيء وعشان زوجته اللي عرفها قبل كم شهر طردني يعني أنا مو قادر أنسل لأني انحرجت بس أنا خايفة أغضب ربنا لأنه أبوي لأنه هو أبوي وبر الوالدين واجب بس أنا من جد موجوعة وكل ما تذكر الموقف أبكي من كل قلبي أبكي ساعدوين يش أسوي القصة الثانية تقول صاحبة القصة أنا عندي مشكلة وأحتاج حل منكم يساعدني مشكلتي يمكن تكون مشكلة كثير من الناس أبوي من صغري يضربني أنا وأخواني ومو ضرب عادي لا يسطرنا كفوف ويحرقنا بالنار ويمسكنا ويضربنا في بعض ويكسر أي شيء علينا ومن الطفولة لنا الآن وأنا فيه بينه وبينه حاجز ما أقدر أتقبله يعني استغفر الله وأله يسامحني ما أنا قادر أتقبل أبوي ولا أسامحه ويمكن اللي زاد المشكلة أنه على طول يعصب على أتفه الأسباب مع أمي وهي مسكينة وأوقات يضربها قدامي ويسبها يعني للأسف أنا صرت أتخيل حياتي حتى لو أتزوجت رح تكون حياتي تعيسة زي حياة أمي وأبوي أنا عندي مشكلة وعقدة من معاملة أبوي تخيل وصرت أخاف من الناس وعندي رهاب اجتماعي وأخاف أتعامل مع الناس أخاف أحد يجرحني بكلمة أخاف على نفسي جدا وما أحب أحد يجرحني وللأسف أبوي يحاول يتقرب مني بس خلاص زي الحاجز اللي تبنى بيننا ما صرت أقدر أتقبله لأني جربت من قبل وكان يرد أسوأ وأرده صرت أتجنب النقاش والجدال حتى لو فيه شيء أعرفه متأكدة منه عشان أخرطها بيعصب عليه وانضرب منه ووان رح يكون لي راي أوقات أشوف صديقتي مع أبوها شلون يحترمها ويقدرها ويدلعها وقول يا ليت لو كان كذا أنا صار عندي اكتئاب حاد لدرجة أقعد ساعات كثير أهرب بالنوم أو أجل الساكتة تعبت وفكرت كثير أروح لدكتور نسي بس خفت أنا عارفة أن كثير رح ينتقدوني ويقولون هذا أبوك وما ينصير بس أنا حكيت موقف واحد من مية موقف وما أحد يحس بأحد إلا إذا كان في نفس مكانه يا ليت تتفهمون وضعي وانصحوني بدون تجريح وما أحد يغلط عليه وشكرا لكم وبس والله انتهت قصصنا لليوم ويارب تكون عجبتكم إذا عندكم قصص وتبقوني أقولها أرسلوها لي على الإنستجرام أو على السناب